بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين نحمد سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجهاد وكنا قد توقفنا عند قوله باب في لبس الدروع قال أبو داود رحمه الله باب في لبس الدروع ثم ذكر عن السائب ابن يزيد الرجل قد سمى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر يوم أحد بين درعين أو لبس درعين قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر يوم أحد بين درعين أو لبس درعين فبواب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة هو باب في لبس الدروع وأن الأخذ بالأسباب ليس بقادح في التوكل الأخذ بالأسباب ليس بقادح في التوكل لا شك أن هذه الضروع قلنا لكي تحمي الإنسان من ضربات العدو سواء كان بالسهم أو نبل أو كان بالسيف وهذا ليس بقادح في التوكل فالله عز وجل أمرنا أن نأخذ بالأسباب وخذوا حذركم كما قال ربنا سبحانه وتعالى والشاهد من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر يوم أحد بين درعين أو لبس درعين أي لبس أحد ذين درعين فوق الآخر قلنا حتى يحمي ذلك البدن من ضربات العدو من نبل العدو أو من أسهم العدو أو من سام العدو أو من ضربات العدو بالسيف وأن ذلك ليس بقادح في التوكل وهي الدروع من أدوات الحرب كما هو معلوم ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في الريات والألوية قال باب في الريات والألوية ثم ذكر ذكر عن يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم قال بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب رضي الله عنه يسأله عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت قال كانت سوداء مربعة من نمرة قالت كانت سوداء مربعة من نمرة كذلك أيضا في رواية عن أبي الزبير عن جابر يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لواءه يوم دخل مكة أبيض قال جابر رضي الله عنه يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لواه يوم دخل مكة أبيض كذلك أيضا في رواية عن سماك عن رجل من قومي عن آخر منهم قال رأيته راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء فهذه الترجمة وهي باب في الريات والألوية قال والألوية هو جمع الواة والريات جمع راية واللواة هو علم الجيش وهو دون الراية قال اللواء هو علم الجيش وهو دون الراية لأنه شقة من ثوم يلوى ويشد إلى عود الرمح والراية هي علم الجيش يبقى قال اللواء علم الجيش ولكن هي دون الراية والراية كذلك علم الجيش والبعض قال أن الراية فوق اللواء البعض قال أن الراية فوق اللواء قال البعض الراية هي التي يتولى صاحب الحرب ويقاتل عليها وتميد المقاتلة إليها قال يبقى الراية التي يتولى صاحب الحرب يبقى بيرفع هذه الراية وبالتالي يعرف أن هذا صاحب الحرب ويقاتل عليها يقاتل على تلك الراية وتميد المقاتلة إليها يبقى معنى ذلك يبقى عندما يلتفون يلتفون حول تلك الراية يلتفون حول تلك الراية وبالتالي بيبقى دايما في هذه المعارك بيحاول أحد الأطراف أن يقوم بإسقاط تلك الراية وتبقى علامة على انهزام الجيش وبالتالي لابد من حماية تلك الراية ورفع تلك الراية قلنا حتى يلتف الناس إلى تلك الراية فقال بابهم فيه الرايات والألوية ويبقى معنى أن الراية أو الواء هو عالم الجيش قلنا حتى يلتف الناس حول تلك الراية ويقاتلون من خلال هذه الراية يبقى دي علامة من علامة كما قال البراء بن عازب رضي الله عنه لما سئل على رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت فقال كانت سوداء مربعة من نامرة يتكلم كده لون هذه الراية فقال كانت سوداء مربعة من نامرة ويبقى ده كان لون هذه الراية التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا أن هذه راية حتى يلتف حولها القوم وكذلك يعلمون أين موقع ذلك القائد ثم ذكر بعد ذلك باب أخر باب في الانتصار بالرزل الخيل والضعفة قال باب في الانتصار بالرزل الخيل والضعفة ذكر في رواية عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابغوني الضعفاء قال ابغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بدعفائكم قال النبي صلى الله عليه وسلم ابغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بدعفائكم فبيذكر هنا باب الانتصار بالرزل الخيل والضعفة قال والرزل هو الدون الخسيس أو الرضيء من كل شيء يبقى قال الانتصار بالرزل الخيل والضعفة قلنا دايما إحنا حنظن أن النصر لا يأتي إلا من الأقوياء ولكن كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترزقون وتنصرون بالضعفاء قلنا ليس معنى ذلك هو عدم الإعداد للجيش فالله تبارك تعالى كما قال وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل يبقى المطلوب الإعداد الحربي الجيد المطلوب الإعداد الحربي الجيد ولكن هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الاستهانة أو التحقير من شأن الضعفاء بعدم الاستهانة أو التحقير من شأن الضعفاء وبالتالي قال إنما ترزقون وتنصرون بدعفائكم قلنا معنى ذلك الأمر يبقى بننصر بهذه الطائفة التي قد لا ينتبه إليها الإنسان ولكن ليس معنى الكلام هو التقصير في إعداد العدة قل ليس معنى ذلك الكلام هو التقصير في إعداد العدة ولكن لا تستهين بهؤلاء الضعفاء فعسى أن يكون منهم من يكون مقبول الدعاء عند ربي سبحانه وتعالى لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ابغوني الضعفاء اطلبي للضعفاء قال وهم من يستضعفهم الناس لرصاصة حالهم وحتى يستعين بهم قال إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم أي تعانون على عدوكم بضعفائكم أي بسببهم أو ببركة دعائهم قال بسبب أولئك الضعفاء أو ببركة دعائهم قال وفي رواية عند الإمام النسائي رحم الله زيادة تبين معنى ذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما نصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم ببين كده لماذا ننصر عن طريق الضعفاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما نصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم قلنا هذا الضعيف انقطع علاقة هذا الانسان بالدنيا نقول الهم لم ينصرف الى الدنيا لم يكن عنده مال يخشى عليه وليس عنده متاع يخشى عليه ولكن نجد انه لا علاقة له بالدنيا ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا نقول الانسان بيكون اشد رغبة في الدنيا لما يكون عنده أوحاز من ذلك المتاء عنده والله بستان عنده كذا عنده كذا ببرغبته في الدنيا أشد بكثير من الإنسان الذي انقطعت علاقته بالدنيا كنتيجة أنه لا يملك من حطام الدنيا شيئا فنجد أنه هذا الإنسان همه لم ينصرف إلى الدنيا نقول أنه ليس عنده متاء ينصرف هم هذا الإنسان إليه فعند ذلك لما هيدخل للصلاة ليس عنده ما يشغله نقول غير الإنسان لما يكون عنده مال أنه حتى لو دخل الصلاة قد ينشغل بماله هو في الصلاة عنده نقول لا تجارات قد ينشغل بالتجارات هو في الصلاة لكن هذا الإنسان انقطعت علاقته بالدنيا فن أقبل في صلاته أقبل على رب سبحانه وتعالى دون أن ينشغل بأي هم من هموم الدنيا الخارجية ولذلك لا يتتخذ الضيع فترعبه في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال أننا لا نحقر من شأن هؤلاء وعندنا صورة عبسة أن الله تبارك وتعالى أنزل هذه الآيات اعتابا للنبي صلى الله عليه وسلم لما تأب ابن أم مكتوم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أمور ذلك الدين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع بعض صناديد قريش فعند ذلك أشاح بوجه أعرض بوجه عن ابن مكتوم فنزلت الآيات لتبين مكانة هذا المؤمن عند رب سبحانه وتعالى أرغم أنه رجل أعمى ولكن كان له هذا المنزل عند رب سبحانه وتعالى بتقوى فكذلك أيضا إخلاص هذا الدعاء إخلاص العبد في صلاته إخلاص العبد في عبادته يبقى عند ذلك نقول توكل هذا الإنسان على رب سبحانه وتعالى حيكون صورة هذا التوكل أشد من توكل غيره قولنا لأنه ليس عنده متاع الدنيا ما ينشغل به لا في دعاءه ولا في صلاته فقباله دايما على رب سبحانه وتعالى وكذلك هو أشد إخلاصا لجلاء قلبي من التعلق بزخارف الدنيا قال هو أشد إخلاصا لجلاء قلبي من التعلق بزخارف الدنيا وهمه متجه دوما إلى تلك الطاعات لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم يبقى على ذلك قلنا حتى لا تستهين حتى لا تستهين إحنا نقول والله هذا رجل أعمى يبقى لما نجي نقول هذا رجل أعمى معنى ذلك وكأنه عالى على القوم وكأنه عالى ولكن انظر إلى الآيات تنزل في شأن ذلك الرجل في شأن ذلك الرجل يبقى إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما أيضا بيانت الآيات فعلى ذلك نقول أن هذا المؤمن عند له مكان عند ربي سبحانه وتعالى لذلك قال لعلك ترزق به لعلك ترزق به يبقى ممكن رزق الإنسان إنه كأنه لأنه يتكفل آخر لو تكفل ذلك الآخر فالله عز وجل بسط له الرزق من أجل ذلك الآخر الذي يقوم بإعالته يبقى لما يكون هذا إنسان قام بإعالته فالله تعالى يبسط لك في الرزق وأن الله تعالى بسط لك في الرزق لأنك تقوم بكفالة فلان فلعلك ترزق به يبقى سبب الرزق أنك قمت بكفالة فلان فكذلك أيضا إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم وأن حتى لا تحقر من شأن ذلك الرجل الضعيف وأننا في حساباتنا المدية قد نرى أن هذا أصبح عالى ولكن يا ترى ما كانت هذا الإنسان عند ربي سبحانه وتعالى يبقى لعلنا نرزق بدعو ذلك الرجل الصالح يبقى لعلنا نرزق بدعو ذلك الرجل الصالح لعلنا بننصر بدعو ذلك الرجل الصالح وأن إن كان هو لا يقوى على العمل أو على التكسب ولكن نقول يقوى على دعاء الرب سبحانه وتعالى على إخلاص في الطاعة والعبادة وإلى شك كما قال وكما بيى ربنا سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى أمانوا واتقوا لفتحنا عليه بركاته من السماوة والأرض قلنا بدعو ذلك الرجل الصالح يتحول ذلك الحال يتحول ذلك الحال إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ابغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم ثم ذكر بعد ذلك باب آخر في الرجل ينادي بالشعار قال باب في الرجل ينادي بالشعار ثم ذكر رواية عن سمر بن زندب رضي الله عنه أنه قال كان شعار المهاجرين عبد الله وشعار الأنصار عبد الرحمن وكذلك قال في رواية عن إياس بن سلم عن أبيه رضي الله عنه قال غزونا مع أبي بكر زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان شعارنا أمت أمت قال غزونا مع أبي بكر رضي الله عنه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان شعارنا أمت أمت كذلك أيضا في رواية قال عن المهلب قال عن المهلب ابن أبي صفرة قال أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بيتم فليكن شعاركم حاميم لا ينصرون إن بيتم فليكن شعاركم حاميم لا ينصرون فهذا هو الشعار كما نقول كلمة السر يعني كما نقول عنها كلمة السر قلنا بتبقى عبارة عن الشعار يتعارب بعضهم على بعض من خلال ذلك الشعار حتى لا يختلط العدو بالجيش حتى لا يختلط العدو الجيش أو يدخل ذلك الغريب بين هؤلاء القول فكانت هناك كلمة قلنا هذه الكلمة يتعرفون من خلالها على بعضهم البعض فلذلك قال سمرى ابن جندب رضي الله عنه كان شعر المهاجرين عبد الله وشعر الأنصار عبد الرحمن ونقول هذا الأمر يحتاجون إليه عند الحروب وعند اللقاء حتى يستطيعون أن يكون ذلك التمييز بين من معهم وبين عدوهم بين من معهم وبين عدوهم قلنا حتى لا يدخل عدوه بين الصفوف فعند ذلك كيف يكتشف ذلك الحال أن يكون هناك كلمة يتدولون تلك الكلمة فيما بينهم قلنا هي علامة أو هي شعار على يتعرفون من خلالها خاصة في الحروب فكان هذا وشعار المهاجرين عبد الله وكان شعار الأنصار عبد الرحمن كما يتعرفون عليها كلمة السر قلت لك في الجيش كده أساسا والله يبقى فيه كلمة السر كذا نقول لو مر ذلك الرجل فقال كلمة السر كذا يعلم أنه من طائفته نقول لو لم يقل هذه الكلمة يعلمون عند ذلك أنه غريب دخيل يبقى هذه الكلمة يكشفون من خلالها أو يتعرفون خلالها في الحروب يكشفون من دخل عليهم وكان غريبا كذلك أيضا قال ياس ابن سلمة في رواية عن أبي رضي الله عنه قال غزونا مع أبي بكر رضي الله عنه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان شعارنا أمت أمت قالوا المراد به التفاؤل بالنصر بعد الأمر بالإماتة مع حصول الغرض للشعار فإنهم جعلوا هذه الكلمة علامة بينهم يتعرفون بها لأجل ظلمة الليل يبقى فيه ظلم حالك قد لا يستطيعون أن يتعرفون على بعضهم البعض كنتيجة الظلمة حتحجب الرؤية عند ذلك تحجب الرؤية يبقى عند ذلك يترى يبقى لابد أن يكون فيه علامة يتعرفون من خلالها فكان ذلك الشعار تفاؤلا بالنصر أي كأنهم تعقدوا على القتال حتى الموت تعقدوا على القتال حتى الموت فلذلك كان ذلك الشعار فيما بينهم قلنا حتى يستطيعون أن يتعرفون على بعضهم البعض من أجل تلك الظلمة قلنا حتى لا يختلط معهم العدو ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بيتم فليكن شعاركم حاميم لا ينصرون يبقى إن كان لعدوم سيحاربون الطائفة المؤمنة بالليل فلا يكون عند ذلك إلا الظلمة وعدم التمييز فليكن هذا والشعار فيما بينكم حاميم لا ينصرون أيضا يبقى فيها نوع من أنواع رفع الروح المعنوية ويتقويت الروح المعنوية وكذلك نوع من أنواع التفاؤل حاميم لا ينصرون وأن لما يذكرون ذلك الشعار فيما بينهم يبقى حترفع الروح المعنوية وتقوى الروح المعنوية وكذلك أيضا يعني يتفاعلون بالنصر وما النصر إلا من عند الله سبحانه وتعالى ثم ذكروا على ذلك باب آخر وباب ما يقول الرجل إذا صافر قال باب ما يقول الرجل إذا صافر ذكر في رواية عن أبي غريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صافر قال أن سواء كان الصفر ذا للجهاد أو لغيره سواء كان ذلك الصفر للجهاد أو لغيره كل ما أطلق عليه صفر يبقى كان هذا هو الدعاء الذي سنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حال الصفر ويبقى المسلم دايما يعني عابد رب سبحانه وتعالى حال الإقامة حال الصفر حال الصحة حال المرض حال الغنى حال الفقر إبا أنت عبد ربك سبحانه وتعالى لا نخرج عن طور العبودية إبا في أي حالة تطرع على الإنسان فلذلك كما قال ابو هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صافر قال اللهم أنت الصاحب في الصفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعساء الصفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال اللهم اطولنا الأرض وهون علينا الصفر يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الدعوات إذا صافر قلنا يعني سواء كان صفر طاعة أو كان حتى صفر مباح أو كان صفر من أجل الجهاد أي كل ما أطلق عليه الصفر فكان ذلك هو الدعاء الذي كان يفتتح به النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصفر اللهم أنت الصاحب في الصفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعساء الصفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال اللهم اطولنا الأرض وهون علينا الصفر يذلك أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيري خارجا إلى صفر كبر سلاسا ثم قال سبحان الذي صخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إني أسألك في صفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا صفرنا هذا اللهم اتول لنا البعد اللهم أنت الصحب في الصفر والخليفة في الأهل والمال وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون وكان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا السناية كبروا وإذا هبطوا سبحوا قال فوضعت الصلاة على ذلك يبقى هذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حال الصفر يبقى دايما كده الدعاء لا ينفك عنه المسلم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم والدعاء والعبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولسان الإنسان لا يفطر أبدا عن دعاء رب سبحانه وتعالى ولا عن ذكر رب سبحانه وتعالى قلنا في كل أحوال الإنسان وفي كل أحيانه لا ينفك عن الدعاء وكما كانت عائشة رضي الله عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر ربه سبحانه وتعالى على كل أحواله وفي كل أحيانه وفي كل أحواله يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ربه سبحانه وتعالى في كل أحيانه وفي كل أحواله يبقى لا ينفك أبدا عن ذكر ربه سبحانه وتعالى فكان ذلك الدعاء ويتخير من الدعاء ما يتناسب مع الأمر وتخير من الدعاء ما كان يتناسب مع الحال فكما يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر قال اللهم أنت الصاحب في الصفر والخليفة في الأهل اللهم أنت الصاحب في الصفر والخليفة في الأهل فربنا سبحانه وتعالى والذي يقوم ويتكفل بحفظ الإنسان ورعاية ذلك الإنسان وصيانة الإنسان دائما كده بيستصحب الإنسان هذه المعاني في سفري أو في غير سفري نقول أنك تستصحب معية الرب سبحانه وتعالى تستصحب دوما معية الرب سبحانه وتعالى فالله تبارك وتعالى يقوم بحفظ ذلك العبد ورعايته وصيانته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس احفظ الله يحفظك احفظ الله يحفظك وأنه يبقى الإنسان كده يعني يحافظ على الحدود التي بينا لنا ربنا سبحانه وتعالى والله تعالى متكفل بحفظ ذلك العبد لذلك قال أنت اللهم أنت الصاحب في الصفر والخليفة في الأهل قلنا كأن الإنسان يستودع هذه الأمانة عند رب سبحانه وتعالى يستودع هذه الأمانة عند رب سبحانه وتعالى فالله خير حافظا وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى فربنا سبحانه وتعالى يحفظ عليك ذلك المان يحفظ عليك ذلك الولد يحفظ عليك هذه الزوجة يبقى لما يستودع تلك الأمانات عند رب سبحانه وتعالى اللهم أنت الصاحب في الصفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعساء الصفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال قال اللهم إني أعوذ بك من وعساء الصفر أي من مشقةه ومن شدته والصفر قطعة من العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن بغض النظر عن الوسيلة التي يسافر بها الإنسان حتى لو كانت وسيلة من وسائل الانتقال المريحة لكن كل ما أطلق عليه الصفر قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن الصفر قطعة من العذاب قطعة من العذاب ولذلك قال اللهم إني أعوذ بك من وعساء الصفر قلنا إذا فيه مشقة أو شدة وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال قال الإمام الخطابي رحمه الله قال يتعوذ برب سبحانه وتعالى أن ينقلب من شفري إلى أهلي كئيبا حزينا ولم يقضي تلك الحاجة التي خرج من أجلها أو ينكب في إيماني أو يصاب بآفة في سفري أو أنه إن قدم على أهلي وجد منهم المرضى أو غير ذلك أو من فقد الحياة لذلك كان يتعوذ برب سبحانه وتعالى كما يتعوذ الإنسان برب سبحانه وتعالى من الفتن كما يتعوذ من الفتن كذلك يتعوذ أيضا من هذه الأمور قلنا حتى لا تدخل الكآبة ولا الحزن على ذلك الإنسان لا في نفسه ولا في ماله كأنه يدعو ربه سبحانه وتعالى أن لا يصيبه لا في ولد ولا في مال ولا في زوجه لمنسان كذا كأنه يدعو ربه سبحانه وتعالى أن لا يصيبه لا في مال ولا في نفسه ولا في زوجه لذلك كان يتعوذ برب سبحانه اللهم إني أعوذ بك من وحساء الصفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الآل والمال اللهم مطول لنا الأرض وهون علينا الصفر يبقى اللهم مطول لنا الأرض وهون علينا الصفر يبقى هذه دعوات يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يؤثر له أمر المسير في صفره يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يؤثر له أمر المسير في صفره وأن الطريق يطوى وأن الطريق يطوى وكذلك أيضا وهوّن علينا ذلك الصفر قلنا حتى لا يكون هناك مشقة ولا شدة ولا معاناة ولا حزن ولا ضيق يدخل على ذلك الإنسان ونقول على ذلك أن مقاليد الأمور بيد الله تبارك وتعالى أن مقاليد الأمور بيد الله تبارك وتعالى ودي طبعا لا شك لذلك الدعاء حيظهر فقر الإنسان إلى ربي وضعف الإنسان وحاجة الإنسان إلى ربي سبحانه وتعالى وأن مقاليد الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى إنما مقاليد الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى هو المتصرف في ذلك الكون سبحانه وتعالى دون سواء اللهم مطلنا الأرض وهوّن علينا الصفر ونقول مهما كان ذلك الصفر به مشقة أو شدة فالله تبارك وتعالى يسل للعبد هذا الصفر ويسل له ذلك الطريق ويزيل عنه الكآبة أو الحزن الذي قد يدخل إلى قلبي كنتيجة شدة الصفر أو المشقة أو المعاناة التي قد يراها الإنسان في سفره يبقى على ذلك نقول تدعو ربك سبحانه وتعالى اللهم اطول لنا الأرض وهول علينا الصفر كذلك أيضا ذكر ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى السفر كبر سلاسا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم يدعو بدعاء ركوب الدب إذا استوى على دبته كان يكبل ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم يدعو بدعاء ركوب الدب سبحانه الذي صخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون لما الإنسان كده يركب الدب سواء سيارة أو غير ذلك نقول على ذلك لولا أن الله تعالى يصل لنا هذه الدب وجعل هذه الدب ميسرة تنقاد لذلك الإنسان ما كان بممكن ولا في استطاعة الإنسان يبقى تيسير الأمر نقول هذا من فضل ربي قلنا عشان الإنسان دايما يعترف بهذه النعمة لرب سبحانه وتعالى ويعترف بذلك الفضل رب سبحانه وتعالى هذا أحرى في قيام الإنسان بالعبودية لله تبارك وتعالى ويعلم أنه ما من نعمة إلا وهي من ربي سبحانه وتعالى ما من نعمة يعني يراها ذلك الإنسان يبقى إلا وهي من ربي سبحانه وتعالى فكان يكبر ثلاثا وكان يدعو إذا استوعى للدب سبحانه الذي سخر لنا هذا كل ده من تسخير ربك سبحانه وتعالى يعني ما نقول شوالله السيارة دي صناعة يعني ما الذي وفق ذلك الصانع إلى تلك الدب قلنا هذه الدب مريحة يبقى ما الذي وفق ذلك الصانع إلى صناع تلك الدب ربنا سبحانه وتعالى هو الذي وفقه إلى صنع هذه الدب التي تيسل للإنسان طريق السفر تخيل كده المسافات الشاسعة لو كان ربنا سبحانه وتعالى لم يوفق ذلك الصانع إلى اختراع السيارة يبقى لو انتقى الإنسان من مكان إلى مكان قلنا سيأخذ مدة زمنية طويلة بالإضافة إلى المشاقة والإرهاق والتعب الذي يحل بذلك الإنسان كنتيجة مشاق ذلك السفر ولكن ربنا سبحانه وتعالى يصل لنا هذه الوسيلة وبالتالي الإنسان دايما يعترف رب سبحانه وتعالى بتلك النعمة أن الله تعالى صخّى لنا هذه الدواب حتى تنقل الإنسان من مكان إلى مكان دون تعب ولا مشاقة قلنا نتخيل كده الإنسان يترك أن يحمل ذلك المتاع أو ذلك الزاد أو الماء الذي يحتاج إليه كان حيحمله إزاي نقول مشاقة شديدة جدا أولا في الانتقال من مكان لمكان وبالإضافة أيضا إلى متاع ذلك الإنسان كيف نقوم بحمله قلنا لشكنا هي مشاقة شديدة فعلى ذلك الإنسان دايما يكون متذكر لنعم الله تبارك تعالى هذا أحرى أن لا ينفك الإنسان عن شك رب سبحانه وتعالى لذلك قال سبحانه الذي صخّى لنا هذا وما كنا له مقرنين يعني لو لأن الله تعالى صخّى لنا ذلك الأمر ما كان بممكن ولا في استطاعتنا يبقى وإن إلى ربنا لم نقلبون يبقى راجعون إلى الله عز وجل اللهم إني أسألك في سفرين هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا اللهم اطوي لنا البعد اللهم أنت الصاحب في السفر الخليفة والأهل والمال وكان إذا رجع أيضا يتلفز بهذه الكلمات يضيف عليها آيبون تآيبون عابدون لربنا حامدون يبقى اللهم إنا نسألك في سفرين هذا البر والتقوى يبقى الطاعة وعدم فعل المعصية إن الطاعة وعدم فعل المعصية قلنا لأن في السفر بتظهر أخلاق الإنسان في السفر كده بتظهر أخلاق الإنسان لذلك عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم لما أتى رجل يزكي الآخر قال أنت جار الأقرب قال لا هل عملت في مال قال لا هل صحبتم في السفر قال لا قال أتوني بمن يعرفه يبقى نقول السفر هيظهر أيضا معدل الإنسان ويظهر أخلاقيات الإنسان قلنا كنتيجة المشاقة وغير ذلك هنجد أن السفر بيظهر دؤما معادن الناس ويظهر أيضا ما عليه الإنسان من أخلاقيات فعلى ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أسألك في سفرين هذا البر والتقوى يبقى قلنا حتى لا يواقع المعصية وكذلك ألا ينقطع عن طاعة ربي سبحانه وتعالى ألا ينقطع عن طاعة ربي سبحانه وتعالى ومن العمل ما ترضى إذن يستمتل ذلك من ربي سبحانه وتعالى ومن العمل ما ترضى أن يوفق إلى طاعة الله تبارك وتعالى وأن لا يقع لا في معصية ولا في محظور ربنا سبحانه وتعالى يمقذ ذلك الفعل أو يمقذ الإنسان على ذلك الأمر اللهم أهون علينا سفرين هذا اللهم متو لنا البعد اللهم أنت الصحب في السفر والخليفة في الأهل والمال وإذا رجع كان يزيد أيبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدونا يبقى كان يذكر أيضا ذلك الدعاء ويزيد على ذلك الدعاء أيبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدونا أنه ينقلب بسلام إلى أهله وكان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا السناء يكبره وإذا هبطوا سبحه فوضعت الصلاة على ذلك كان إذا علا استنايا يبقى طلع كده مطلع كان يكبر الله أكبر وإذا نزل وديا هبط ودي فكان يقول سبحان الله قال فوضعت الصلاة على ذلك يبقى التجبير على الرفع وكذلك التسبيح في السجود يبقى هبطوا كانوا يسبحوا ولذلك في حال السجود إحنا بنسبح أو حال نقول النزول إحنا نسبح هذه في الركوع السجود وحال أيضا القيام كان يكبر قالوا لذلك فوضعت الصلاة على ذلك يبقى إذا علوا السناء يكبروا يقول الله أكبر بالنسان حتى هو راكب سيارة كده بيطلع نقول والله مكان كده مرتفع يبقى الطريق مرتفع في مكان مرتفع تكبر لما ننزل كده مكان منقفض يبقى نسبح نقول شبحان الله وإنه نقول الله أكبر ده حال الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا ينفكونا عن ذكر ربيه سبحانه وتعالى قلنا حتى في الطريق يبقى إذا ما نبدأ والله من بداية الطريق أو من أركب الدابة هنقول ذلك الدعاء في حسن لكن الإنسان يبقى مدرك حتى هو في الطريق يبقى إن على مكان يعني يكبر النزل المكان منقفض يبقى أيضا يسبح كما كان الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يفعلون قال فوضعت صلاته على ذلك يعني معنى كده أن التسبيح حال الركوع والسجود لأنه ده انخفاض ونزول وكان حال الرفع بيكون التكبير ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في الدعاء عند الوداع فقال في الدعاء عند الوداع يبقى كان الرجل حيسافر فعند ذلك حيطرق الأهل أو حيطرق الولد أو حيطرق الصاحب والصديق يبقى كيف يودع بعضهم بعضا ماذا يقول المسافر لمن تركه في بلدته وماذا يقول للمقيم لذلك المسافر نرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة أكتب بذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر